أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً معلومتياً حول قطع الصفر والسياحة أشار خلاله إلى توقعات متفائلة لوكالة فيتش بشأن نمو عدد السياح الوافدين إلى مصر بواتيرة متسارعة في عام 2023 وبحسب وكالة فيتش فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر في العام الجاري 11.6 مليون سائح بزيادة قدرها 46% وبحلول عام 2026 من المتوقع وصول إجمالي عدد الوافدين إلى مصر إلى 14 مليون وافد وهو أعلى من ذروة ما قبل الجائحة والبالغ عددهم 13 مليون وافد أما على صعيد عائدة السياحة الدولية لمصر فتتوقع فيتش أن تصل في عام 2023 إلى 13.6 مليار دولار بزيادة قدرها 17.7% على أساس سنوي وبحلول نهاية عام 2026 من المتوقع أن يصل إجمالي عائدة السياحة الدولية إلى 17.9 مليار دولار أمريكي ترجمة نانسي قنقر